موسيقى أساء الخير منطقة الجزيرة السورية جغرافيا التجاذبات والتحولات في الحالة السورية كثيرون مننا يتذكرون ما كشف عن واقع تلك المنطقة في فيلم طوفان في بلاد البعث للمخرج الراحل عمر أميرالاي تلك المنطقة التي يقطنها السوريون بمختلف أعراقهم ودياناتهم وشهدت بعد الثورة سيطرة لقوى مختلفة من النظام إلى الفصائل العسكرية إلى تنظيم الدولة إلى قوات سوريا الديمقراطية تلك السيطرة تأثرت بها الحالة الاجتماعية في المنطقة وغيرت من وجهها تركيبة الجزيرة السورية والتحولات الحاصلة بها من البعث إلى قسد موضوع حلقتنا اليوم من منتدى دمشق أهلا بكم موضوع حلقتنا اليوم نناقش في حلقتنا لهذه الليلة أطبيعة النسيج الاجتماعي ومدى تأثيره على العلاقات داخل المجتمع في منطقة الجزيرة ماذا شهدت المنطقة من تحولات وأحداث مفصلية خلال نصف قرن كيف أثرت تلك التحولات في الحالة السياسية والاجتماعية للمنطقة المزيد في تقرير محمد حاج بكري إنها الجزيرة السورية هنا وعلى ضفاف أنهارها بنيت حضارات تلو أخرى منذ قرون منطقة التنوع السوري وتراثه الطويل سوريون من عرب وأكراد وسريان وأشوريون وأرمن وشركس يقطنون تلك البقعة الجغرافية الخصبة ويشكلون صورة لسوريا القديمة والمستقبلية هنا في الجزيرة يغلب على السكان من عرب وأكراد الطابع القبلي القبائل التي تمتد بسلات رحيمها إلى دول الجوار وأحيانا أبعد من ذلك تعتبر الجزيرة السورية سلة سوريا الغذائية نظرا للأراضي الزراعية الخصبة وكذلك في ثرواتها الباطنية ففيها حقول النفط السورية الواسعة والتي يقع كثير منها اليوم تحت سلطة الإدارة الذاتية القوة التي تسيطر على مساحة كبرى من تلك الجغرافية الشرقية نهر الفرات بينما يتركز النظام والميليشيات الإيرانية ومن معهم غربه عرفت الجزيرة السورية خلال عهد الأسد الأب تحولات بمناح شتى كان أبرزها تكوين علاقة ذات طابع جديد مع شيوخ القبائل والعشائر هناك تركت تلك التحولات أثارها في المنطقة بعد الثورة خاصة في العلاقة بين المكوينين الأكبرين العرب والأكراد فشاهدت المناطق العربية على وجه الخصوص نزوحا كبيرا بفعل الحرب والقوى المسيطرة والتي اختلفت خلال عقد من الزمن اختلفت بين النظام والفصائل العسكرية وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية لتبدو في تحول مستمر وتغير سياسي واجتماعي اضطربت المنظومة القبلية وانقسمت على نفسها حتى في القبيلة الواحدة نتيجة ظروف كثيرة ولم ينجو السوريون الكرد من تلك الانقسامات بعض صعود دور الإدارة الذاتية والأحزاب المنضوية تحت قبتها ليصبح السوريون في الجزيرة أشبه بفراتهم على ضفتين بينما تبقى المنطقة برمتها على أهبة الانتظار تدور في فلك التجاذبات الدولية والحل السياسي الذي طال أمده للمناقشة موضوع حلقتنا نرحب بضيوفنا في الاستوديو عميد كلية الأداب السابق في جامعة الفراتة الدكتور أحمد جاسم الحسين الباحث والكاتب أحمد الشمام ومعنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الباحث والكاتب الدكتور محمد النمر مرحبا بكم جميعا دكتور أحمد شار التقرير في البداية إلى موضوع تحولات في البنية ديمغرافية والتركيبة السكانية لمنطقة الجزيرة السورية حدثت عبر قرن كامل من الزمن والحقيقة المنطقة فيها تنوع إثني وديني كبير سريان وأشوريين وكدان وكرد وعرب كيف تشكل هذا النسيج الاجتماعي بداية وهل كان هناك نقاط تحول مهمة أثرت في تركيبته لا بد بداية بعد مساء الخير من وضع الجزيرة السورية في سياق تشكل الدولة السورية وتشكل المنطقة حين نتحدث عن قرن من الزمان هذا يعني نهاية الوجود العثماني وأيضا الاحتلال الإنجليزي ومن ثم الانتداب الفرنسي أو الاحتلال الفرنسي وهذه كلها عوامل أثرت على جغرافية هذه المنطقة من ضمن تأثيرها على سوريا وعلى مفهوم اتفاقية سايكس بيكو وسوى ذلك بين العراق وسوريا ورسم الحدود وبالتالي فإن تلك المنطقة تأثرت وأثرت في تلك المعطيات من هنا فإن اتفاقية سايكس بيكو ومع قبل اتفاقية سايكس بيكو تم احتلال دير الزور مع العراق احتلها البريطانيون عام 1918 وبق فيها حوالي سنتين وبعد اتفاقية سايكس بيكو والاتفاق الفرنسي البريطاني انسحبوا منها وجاء الحضور الفرنسي وعيدة الموصل إلى العراق فإذن هي من ضمن هذه التحولات أضف إلى ذلك أن هذا لا يمكن أن نغض النظر عن التحولات التي حدثت في تركيا لأن هذه المنطقة هي مجاورة لدولتين العراق وتركيا وبالتالي فإن التحولات التي حدثت في تركيا داخليا ورسم الدولة التركية ومع كمال أتاتورك وعادت صياغة الهوية التركية أثرت على تلك المنطقة وحدثت هجرات وأمر آخر أيضا تحول المجتمع السوري من مجتمع أو في تلك المنطقة من مجتمع تقريبا بدوي إلى نصف فلاحي إلى مزيد من الاستقرار وبالتالي فإن العوامل التي حدثت أيضا وتشكل مفهوم الدولة السعودية والدول في الخليج العربي وهناك قبائل لها ارتباطات مع تلك المناطق وكانوا يذهبون بإبلهم وأغنامهم يرعون هناك أو العكس وهنا صار لدينا حالة حدود فلابد أن تترك كل هذه المعطيات أثرها على تلك المنطقة فإذن تشكل مفهوم الدول في تلك المنطقة كان في بداية أو في الربع الأول من القرن العشرين ولابد أن يترك أثره هناك الكثير من الأشخاص لديهم أولاد عامهم في السعودية وهو موجود في منطقة الفرات أو أولاد عامهم في العراق وهو موجود في منطقة الفرات أو أولاد عامهم في تركيا وهو موجود في منطقة الفرات الجزيرة والفرات وبالتالي كل هذه العوامل أثرت في الربع الأول من القرن العشرين على تأسيس أو على البنية الجغرافية والديمغرافية لتلك المنطقة أضف إلى ذلك التحولات المناخية هذا إذا أردنا أن نأخذ هذه الفترة فحسب لدينا لاحقاً فترة الاستعمار الإنجليزي أعفاً الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي أيضاً المقاومة وسوى ذلك وتحولات القبائل صراعات القبائل فيما بينه إضافة إلى ذلك بعد تشكل مفهوم الدولة التركية وما تعرض له الأكراد سواء في الهجرتين الشهرتين 1925-1930 و1955-1960 أيضاً هنا كان الملاذ الآمن لهم وإضافة إلى ذلك أيضاً مجيء الأشوريين من العراق نتيجة ما تعرضوا له بتشجيع من الزعماء المحليين في العراق كي يقاوموا الإنجليز ثم تورطوا وجاءوا إلى هذه المنطقة هجرت أيضاً السريان الكثير من العوائل السريانية والاستقرار الزراعي ولديهم خبرات زراعي وهم موجودين في تركيا في ماردين أو سوى ذلك جاءوا إلى هناك أضف إلى ذلك المجزر الشهير أيضاً هجرة خارجية يعني من خارج المنطقة هجرة الأرمن إلى هذه المنطقة كل هذه العوامل لاحظ أنت قومية دينية طائفية أيضاً قبائلية كل هذه العوامل أثرت أضف إلى ذلك بعد أن انتهينا من هذين التحولين الكبيرين التحول الرئيسي أيضاً نتيجة ما حدث هناك آلاف البشر يسكنون على نهر الفرات أرادت الدولة السورية أن تنشئ سد الفرات لا بد أن تقوم بنقل آلاف البشر إلى تبحث لهم عن مساكن جديدة قد تعوضهم عن شيء مما سيفقدونهم على نهر عبر التاريخ الرشيد والوقعات الصفين حدثت عليه لا بد أن ينتقلوا ويتركوا هذه المنطقة ليذهبوا إلى منطقة أخرى وبالتالي أيضاً هذا أثر كثيراً إضافة إلى ذلك هناك استثمار لبناني واستثمارات لبنانية هناك عوائل لبناني جاءت لتستثمر في تلك المنطق أضف إلى ذلك بعض الإبطاعيين السوريين أيضاً استثمروا في تلك المنطقة قضية الإصلاح الزراعي كل هذه العوامل من خلالها تشكلت أو عيد تشكيل البنية الديمغرافية والجغرافية لهذه المنطقة أكثر من مرة عبر قرن من أجل طيب هذا يجعلنا لفهم من بنية المنطقة وأثر ذلك أستاذ أحمد التركيبة السكانية على العلاقات سواء داخل المجتمع أو العلاقة مع السلطة أشار إلى بدايات القرن العشرين دكتور أحمد لكن أيضاً هناك أحداث أخرى حصلت لاحقاً وتعلم أن هناك التنوع الإثني والطائفي والديني قد يكون مصدر ثراء بالتأكيد للمنطقة لكن أحياناً يجري استغلاله للتناحر والاتهامات وهناك قوى أمر واقع تعلم أن النظام متهم بتهجير مثلاً كرد ضمن مشروع حتى قبل ذلك ضمن مشروع ما يعرف بالحزام العربي الإدارة الذاتية اليوم مثلاً متهمة بسياسات عنصرية ضد مكوه العربي وإن كانت لا تتبنى بخطابها الرسمي يعني مشروعاً قومياً أو ما إلى ذلك لكن هناك اتهامات بذلك هناك أيضاً البعد العشائري والقبلي الموجود في المنطقة إذن كيف يمكن فهم طبيعة هذا النسيج الاجتماعي في المنطقة وعلاقة السكان بعضهم ببعض أنا سأخير لكم جميعاً أنا لابد أيضاً من التمييز بين حالة تنوع قارة وموجودة تاريخياً سابقاً مثل الوجود السرياني والوجود العربي في المنطقة ومن ثم الوجود الكردي الذي جاء نتيجة هجرات طبيعية متبادلة أصلاً ما بين مشتة ومصيف للقبائل التي تسكن في الجبال شمال سلسلة الحلود الحالية وكانت حالة ضمن وطن واحد اللي هو الدولة العثمانية فلا ضير في ذلك في أن تكون تلك المرأة هذا النزول الكردي ثم الرجوع في حالة ما بين حالة المصيف والمشتة وهي للأسف لم تعالج أنتروبولوجياً حتى الآن مقبل المؤرخين في إشكالية المصيف والمشتة في موضوع القبائل الوافدة من تركيا الحالية أما هي حالياً سابقاً كانت ضمن إطار الدولة العثمانية بسك العام ووجود السريان القديم أيضاً لا بد من الإشارة بأنه في مرحلة مرحلة احتلال فرنسي أيضاً كان هناك فعل خارجي اللي هو الفعل الفرنسي في جلب الأرمن وجلب الأشوريين هذا هي عملية عملية كانت متقصود من برنامج محدد وذكره الباحث مهند القاطع في باحث قلمهم من العدد التاسع عشر طبعاً أود أن أذكر نقطة لأي مهتم هنا أنا أشكر بمجلة قلمهم ليس مملأة وإنما لأنها أنجزت العدد المحكم تسعة عشر وعشرين بعنوان الجزيرة السورية ومنطقة الفرات لمن يريد أن يتزود بشتى تاريخ شتى الاهتمامات أي انكاتمات القرأ فيما يخص تاريخ الجزيرة وآثارها إرثوات شفاهي عرقياتها أديانها هذه تعطي للسوري لأول مرة أنا كأبن جزيرة أود أن أشكر لأنها أنصفنا معرفياً من خلال هذا العدد الذي هو بما يثابت مجلد طبعاً أنتقل مباشرة إلى ما حصل فيها بعد التشكيل القارة السابقة لو تركت قارة كما هي لما حصلت أي إشكالية لأن هناك عقد اجتماعي أو عرفي بين القبائل العربية والكردية وبين السيريان وكانت تمثل مرحلة السلم هذه رائعة جداً جداً الإشكالية في التدخلات التي حصلت فيها بعد من خلال السياسة التي مارسها نظام البعث بعد وصول الأسد إلى السلطة كان هناك خلاف ما بين البعث العراقي والسوري والحدود السورية العراقية هي حدود شطرة القبائل العربية الموجودة على الطرفين وبالتالي كان نظام البعث يخشى من سطوة البعث العراقي فمارس إضافة لاستبداده في كل سوريا مارس استبداداً مركباً في منطقة الجزيرة لجهة التجهيل أو لجهة تحطيم بنية القبائل من خلال أو إنهاكها والضغط عليها من خلال محاولة تفتيت القبيلة بربط شيخ العشيرة أو وجهات العشيرة وإدخالهم في سباقات من سيكون مقرباً للسلطة إمعاناً في تفتيت العشيرة وتجزئتها ليست بعداً فكرياً أو ثقافياً أو يعني معنى أنه ترقية العشيرة هو بعد عسكري تجنيدي يعني من جهة واللعب على حيثية عرب وكرد بحيث أنه يحزب الكرد ضد العرب ويحزب العرب ضد الكرد لإشغالهم بأنفسهم هذا فيما بعد انعكس في مرحلة الثورة بأنه طالبنا أنا من الأشخاص الذين طلبوا إلى فرع أمني وقال لمدير فرع أمني حصرياً يجب أن لا تظاهروا مع الكرد وطلب المثقفون كرد أخوناً في الثورة في الشارع بأنه يجب أن تظاهروا مع العرب لأنه كان يريد أن يبقي على هذه الثنائية مثلما لاعب في ثنائية مسيحي مسلم في محافظات أخرى أو سني عالوي في محافظات أخرى فهنا لاعب على حيثية ثنائية أخرى التي هي عربية وكردية بحيث أنه لا يكون هناك حراك شعبي بقصد الحرية طبعاً هنا الأحزاب الكردية لها توجه قد يتوافق أحياناً مع النظام أو يعاكسه حتى بدون قصد أحزاب البضلة الكردية بشكل عام لكن أنا أعتقد بأنه كما الشعوب العربية تجاوزت مخبها الكرد أيضاً الشباب الكرد تجاوزوا مخبهم ولكن التنسيقيات تصفت من قبل الأحزاب الكردية أيضاً طيب سأعود إليك إلى هذه المرحلة يعني مرحلتنا قبل 2011 يعني خلال فترة حكم حزب البعث والحياة السياسية في هذه المنطقة لكن قبل ذلك أسأل دكتور محمد النمر ضمن يعني لفهم أيضاً طبيعة المنطقة والتحولات التي حصلت فيها أنجزت بحثاً حول موضوع السياسات التعليمية تحديداً في منطقة الجزيرة السورية وأثرها على المنطقة هل كان هناك اختلاف التعاطي مع هذه المنطقة يعني نحن نعلم أنها كانت تعاني من نسب مستويات تعليم متدنية نسب أمية مرتفعة مقارنة مع مناطق أخرى في سوريا شكراً لك أستاذ محمد ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا وللزملاء الأكارم يعني التعليم في كل بقاع الأرض دائماً يشكل إنعكاساً لطبيعة النظام السياسي بمعنى إذا كان النظام السياسي دموقراطياً فهذا يعني أن التعليم يكون فيه دموقراطي وإذا كان التعليم أو إذا كان النظام السياسي فيه استبدادياً سيكون التعليم فيه أيضاً استبدادياً في النظام التعليمي الدموقراطي يعني يسعى إلى خلق الإنسان الفاعل والواعي ويسعى إلى صناعة الإنسان المشارك في حياته الاجتماعية والسياسية وأصلاً هو يسعى إلى تكوين ذات حرة أما في الأنظمة الاستبدادية وعلى رأسها السورية أنت تعلم التعليم يتحول إلى أداة سياسية لخلق الأفراد الطائعين والمطيعين لأوامر السلطة بكل المجالات وبالتالي نستطيع القول أن التعليم في سوريا لم يكن خارج المنظومة الاستبدادية بل كان أداة النظام الاستبدادي أداته ناعمة في هذا الموضوع كما ذكرت أنت أنا أنجزت بحثاً في الفترة الأخيرة حول السياسات التمييزية للنظام الأسدي في الجزيرة السورية هذا التعليم الإديولوجي كان موجود في كل مناطق سورية لكن أنا أعتقد أن هناك سياسات تمييزية مورسة اتجاه منطقة الجزيرة يعني هناك تعليم إديولوجي في كل سوريا لكن كانت سياسته في المنطقة الساحلية تختلف عن سياسته التعليمية طبعاً هنا أقصد عن دمشق وحلب واتجاه منطقة الجزيرة لو ذهبت بشكل مباشر إلى سؤالك وهو عن منسياسات التعليمية التمييزية التي مرسها النظام اتجاه مناطق الجزيرة السورية أنا الحقيقة أجريت في هذا البحث مقارنة بين منطقتين أساسيتين في سوريا المنطقة الساحلية تمثلها مدينة اللاذقية أكبر مدن الساحل ومنطقة الجزيرة السورية تمثلها مدينة ديرزور منطقة الجزيرة تمثلها مدينة ديرزور وهي أكبر مدن الجزيرة وعدد السكان أصلا متقارب بين مدينة اللاذقية ومدينة دير الزور أنا أعتقد النظام مارس هذه السياسات التمييزية أولا من خلال سياسة التجهيل بينما كان في مناطق الساحل كان هناك مستوى معين من التعليم حتى يضمن أن تتعلم وصولهم إلى المؤسسة العسكرية التي تشكل نواة الصلبة للنظام هل لو ذهبنا إلى شرح كيف أن النظام مارس سياسة التجهيل في الجزيرة السورية أنا اعتمدت الحقيقة في بحثي على المكتب المركزي للإحصاء لعام 2003 وقارنت بين هاتين المدينتين ورأيت في هذا البحث كيف نستطيع مثلا عدد في عام 2003 لماذا اختارت عام 2003؟ لأنها تمثل مرحلة اكتمال سياسة النظام في مرحلة الأسد الإبن وبداية أو يعني البداية الأولى للأسد الوريث الذي هو بشار الأسد يعني هل هناك دلائل معلومات كمية؟ لذلك أنا سأقول لك مباشرة الدلائل هي الإحصاءات التي قدمها النظام في المكتب المركزي للإحصاء أنا سوف أحلل هذه النتيجة يعني مثلا بين هاتين المدينتين قلنا متشابهتين في كل شيء مثلا رغم عدد السكان متشابه مثلا في كل المراحل التعليمية من مراحل رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية دائما كان هناك فوارغ كبيرة جدا جدا مثلا عدد المدارس كان مثلا في اللاذقية المدرسة الابتدائية أكثر مثلا من خمسين مدرسة يعني في اللاذقية أكثر من دير الزور مثلا المرحلة الإعدادية كان هناك أكثر من مئة مدرسة في المرحلة الثانوية أكثر من 78 مدرسة زيادة على دير الزور مثلا في اللاذقية أكثر من دير الزور التعليم المهني هذا الأمر حتى نستطيع أن نطبقه يعني لو استمرنا أكثر نقول مثلا في مسألة الإرشاد النفسي عين مثلا النظام في عام 2003 و2002 مثلا 1500 تقريبا كان أكثر من 257 مرشدة نفسيا في اللاذقية بينما كان 22 مرشدة نفسي في دير الزور بالتالي النظام كان متناسقا يسعى إلى سياسة التجهيل هذه بشكل جيء بشكل مدروس ودقيق حتى يكون النظام متناسق مع نفسه مثلا صفوف محمول أمية كوزارة تربية ماذا تقوم به صفوف محمول أمية افتتح النظام في دير الزور في اللاذقية أكثر من 1137 مركز أو صف لصفوف محمول أمية بينما كان في دير الزور 371 رغم أن نسبة الأمية تصل أكثر من 35% في مناطق الجزيرة السورية ومع ذلك كانت صفوف محمول أمية طيب هذه الفوارق أثرت بشكل أو بآخر على مستوى التعليم يعني هذه أساسيات التعليم هذا ما خلصت إليه في البحث دكتور أحمد لذلك تعقيب حول هذه النقطة يعني هي المنطقة لا يمكن أن نقطعها من التحولات السورية في المجمل نحن إذا كنا نتحدث عن قرن أو نتحدث أردنا أن نحقب مرحلة الاستعمار الفرنسي مرحلة ما بين الاستعمار إلى الوحدة مرحلة الوحدة إلى حكم حافظ الأسد مرحلة حافظ الأسد مرحلة بشار الأسد فحدثت تحولات اقتصادية وفكرية ومعرفية وتعليمية وفي مختلف جوانب الحياة في تلك المنطقة وبالتالي كما حدث في سوريا وبالتالي تركت أثرها على تلك المنطقة المنطقة حتى يعني ردنا نوصفها جغرافيا هي كل منطقة الفرات المحاضرة منطقة الفرات امتدادا إلى الجزيرة العليا إلى نهر دجلة إلى العراق والموصل إلى ماردين أو من الجهة السورية القامشة والمالكية ورأس العين وسوى ذلك فهذا لابد من التوصيف الجغرافي منطقة كبيرة والعدد الحالي للسكان حوالي خمس ملايين أو أكثر منطقة جغرافية مترامية الأطراف لم تخضع للتخديم حتى مستوى الطرق التجمعات البشرية أيضا العامل الاقتصادي الذي يؤدي إلى تجمع البشر حقيقة المنطقة هي أكبر مشكلة فيها كانت أنها منع قيام فيها مدن كبرى وبالتالي المدينة بكل مفهوم المدينة بالمفهوم العمراني للمدينة والمفهوم الحضاري للمدينة بمعنى مدينة وليس تجمعات بشرية صغيرة منع عنها أشياء أخرى وبالتالي أنت تجد هنا في هذه القرية ثلاثة بيوت طينية وعلى مسافة عشرين كيلومتر خمسة بيوت أو ستة بيوت أو سوى ذلك هذه متغيرات تركت أثرها في الأحصاءات التي تفضل فيها الدكتور محمد وبالتالي المقارنة هنا إذا لم نأخذ هذه المعطيات يعني كلها يمكن أن تكون النتيجة لأنه عندك في اللاذقية بنية سكانية وتخديم على مستوى الطرقات وجود أشخاص في أجهزة الدولة سوى ذلك هذه كلها عوامل مؤثرة الجانب الاقتصادي مفهومهم للتعليم هنا اقتصاد زراعي اقتصاد زراعي فلاحي بدوي رعاية الأغنام فالطبيعي أن يكون هناك عدد كبير من المتسربين الطبيعي أن يكون هناك في صعوبة في الوصول يعني أنا من الأشخاص الذين كانوا ذهبون في المرحلة الابتدائية في طرقات من الوحل ثلاثة أربعة كيلو متر نذهب من دون وسائل نقل المدرس يمكن أن يدرس ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف نتيجة لأنه من سيقبل بالذهاب لهناك في مرحلة السبعينات أو الثمانينات أو سوى ذلك فإذن المنطقة ولكن هذا جانب اللي تفضل فيه الدكتور محمد كان أهم عامل تمييز كان واضح ومتفق عليه وهو توجيه من حافظ الأسد هو تأخير إيجاد جامعة لم توجد في جامعة في هذه المنطقة إلا في عهد ابنه ووجدت وحدة تعليمي في ديريزورو مدة أربع سنوات وأغلقت وكل الشعب يطالب عبر ثلاثين أربعين سنة بإيجاد جامعة أوجد جامعة في حمص أوجد جامعة في تشرين ولكنه منع إيجاد جامعة هناك ولم يزور تلك المنطقة أيضا لأنه منذ محاولة الاغتيال بان سد الفرات وسوى ذلك عنده موقف شخصي من تلك المنطقة مطالباء تخيل أنت رئيس يبقى أربعين خمسين سنة ولا يزور تلك المنطقة وكأن مع العلم أنها وبعيدا عن اللغة التخيلية المنطقة سواء كانت أيام الاقتصاد الزراعي في القطن والقمح أو حتى الاقتصاد اللاحق المرحلة التالية من خلال النفط هناك هذا الخزان السوري للاقتصاد الزراعي أو مرحلة الاقتصاد النفطي هي في هذه المنطقة ومع ذلك لم تولى ولم توجد صناعات نفطية ولم توجد مدن لم يتم إنشاء مدن تغيلت مخطط القامشلي هو المخطط الذي أنجزه الفرنسيون من عام 1925 فالمنطقة منع عنها بنيان عمراني ما كانت هي تعني إلا بصفتها مكان لتحصيل الثروة من أجل أن يصبه في مدن أخرى وأيضا هي جغرافيا في صعوبة بتخديمها وأيضا هو أراد أن يبقيها أن يبقي تلك المنطقة ولذلك حين جاءت داعش سلمها مباشرة يعني جعل محافظة الرقة وأمين الفرع ينسحبون منها والباقي سلمه الأكراد يعني يريد هذه المنطقة هي عبء عليه نتيجة مساحاتها الجغرافية طبيعتها القبلية عبء في التخديم طيب يعني ذكرت عدة نقاط الحقيقة سأعود إليك في موضوع الطبيعة القبلية لكن أستاذ أحمد قبل ذلك هل كان هناك يعني سألت الدكتور محمد تحدث عن جانب التعليمي على المستوى السياسي هل كان هناك خصوصية لهذه المنطقة نعلم أن كثير مثلا من أبناء هذه المنطقة تربطهم علاقات على المستوى الاجتماعي القبالي والعشائري مع أولاد عمومتهم مثلا في العراق الحياة السياسية عموما كممارسة وكوجود أحزاب غير موجودة في سوريا لكن كان هناك مثلا في بعض التباينات بعض المناطق العاصمة مثلا دماغ فيها نوع من الفضاء الثقافي الذي سمح بحراك ما لاحقا بأن استلام بشار الأسد مثلا للسلطة ربيع دمشق ومن ثم أطلاق أعلان دمشق بالنسبة للجزيرة السورية كيف يمكن رسم ملامح البنية السياسية خلال المرحلة ما قبل 2011 هناك نقطة مهمة أن غالبا ما يرى بأن الجزيرة هي خارج السياسة بالقراءات التقليدية الطبيعية علما أنه وكأنها كانت خارج السياسة سابقا أو أن أهلها كانوا خارج السياسة حقيقة هذا يتوقع لكن في الحقيقة الشكل الأول للسياسة أو العمل السياسي ما قبل استلام الأسد إذا جئنا وقرأنا الحركات الموجودة السياسية الموجودة كانت هناك الناصريين وكانت الإخوان المسلمون وكان حزب البعث البعث الذي فيها بعد أصبح بعثا عراقيا وفق التسمية السورية أو اليمين زائد الكتر الشوعيين التي هي مرتبطة بالنخب الثقافية الموجودة في المدن سواء حسكة أو قامشة أما دير الزور فكانت هي ضليعة في موضوع المشاركة السياسية على مستوى سوريا يعني مستوى دير الزور هي مدينة عريقة أعرق من الرقة ومن الحسكة وبالتالي فهي موجودة بثقل يعني على مستوى قيادات قطرية وغيرها أيام البعث ما قبل الانقلاب عندما حصل انقلاب البعث هنا مباشرة كل البعث فيه لم يؤيد تم إقصائه أو إنهاءه التوجه الآخر فيها بعد إشكالية البعث مع الإخوان أيضا نسى في الجميع محاولة النظام لنسف أي تفكير سياسي لدى أبناء القبائل في هذه المنطقة باعتبارها يمكن أن تكون معرضة له ولها ظهر عراقي فلنفترض وإن لم تكن بنفس التنظيم ما شابه ذلك ولكن هي حدودية بالأخير أدت إلى أن النظام يمكن أولا فكرة في تحطيم الأقوية الأقوية سواء كانوا شيوخ عشائر وجاهات اجتماعية أو غيرها إلى آخره زائد أنه هو مارس قوة قسرية بحيث أنه يمكن تغيب الكثير من الناس بتهم بسيطة أنه إخواني أو أنه يمين باعتبار هذا للجنبتين مباشرة هي فيها إعدام أو إنهاء والتالي خرجوا نستطيع أن نقول بأن الغالبية خرجت من إطار الفعالية السياسية باستثناء بعض النخب البسيطة وهي منفردة أو قليلة مما كان في حزاب يسارية أو في حزاب قومية أخرى مقبولة بطريقة أو بأخرى ضمن حزاب الجماء وما شبه ذلك مقابل ذلك في الحراك السياسي الكردي النظام وعلى ضوء خلافه مع البعث الإراقي هو قوى الحراك الكردي قوى الحراك الحزبي الكردي ضمن إطار محدد يعني في المستوى الحقوقي أنا مع حقوق الكرد والنظام الحقوق الوطنية السورية النظام ظلامهم فيما يخص حقوق الجنسية التعبير اللغة وما إلى ذلك ولكن بالمقابل على المستوى الحزبي هو فتح لهم مكاتبهم وشجعهم على أن يكونوا قوى اجتماعية قوية لدرجة أن أحد أعضاء القيادة القطرية قد نشر في في أحد البحوث هنا إلى أنه قال لحافظ الأسد يومها وهي مشهودة من قبل مصدر بحثي أنه قال بأنه المسيحيون كتائبيون والعرب صداميون والأكراد هو جند الثورة أنا أقصد ليس الكرد كعموم الكرد أنا أقصد هذه القنوات التي فتحها النظام برعاية محمد منصورة حصريا كان رئيس فأم العسكري ثم فيها بعد إلى أن السياسي شعر رئيس فأم العسكري فكان هناك عمل للنظام على تشجيع العامل القومي الكردي رغبة في إجهاض الحكم لدى صدام حسين في العراق على ضوء هذا الخلاف لكن بالمقابل أيضا من أجل تحزيب العرب أو تزنيد العرب ليكونوا ضد مشروع كردي موجود أو متخيل من خلال ما أوجده هو في هذه التفكرة هذا الكلام ربما يختلف مع الرواية عموما رواية القوى السياسية الكردية لكن لو سألتك الآن هناك بعد الثورة مثلا صار فيه انقسامات كثيرة في المنطقة تجاه القوى الفاعلة أو تجاه حتى سلطات الأمر والواقع تعاقبت قوى كثيرة وأبناء المنطقة أنفسهم بمن فيهم يعني أبناء العشائر انقسموا سواء طرف مع النظام طرف مع بايع تنظيمات جهادية هناك من انضم إلى فصائل معارضة أخرى وهناك من انضم إلى قوات سوريا الديمقراطية أيضا كيف نفهم ذلك وهل يعني إذا تحدثنا مثلا عن العامل القبلي والعشائري هل فقد قدرته على التأثير بتنا نشاهد حتى ضمن العشيرة الواحدة يعني ينقسم أبناؤها في الاستشافات السياسية أولا بد من الانتباه إلى أمر أن غالبا ما قرأت لقبيلة وكأنها كتلة واحدة تتحرك مجتمعة إلى الأمام أو تتراجع هذه الرؤية باتت غير منطقية وغير واقعية في الحقيقة العشيرة هي كتلة تحشيد شبكة ثقة موجودة شبكة تعاضد ولكن من خلال سياسة النظام التفتيتية فيما سبق ثم هناك ذهنية موجودة أيضا لدى مشيخات القبائل وهي تشبه غريسة البقاء هي الحفاظ على أكبر كم من الكتلة ما مختلفت متغيرات السياسية هذه غالبا ميزة من قبل بيوت المشيخة القبلية أما القبيلة في الحقيقة انشطرت على نفسها في أن تكون بالبداية في بداية الثورة في أن تكون مع النظام أو مع الثورة أي قبيلة كل القبائل عنث هذا الانشطار قسم وهو اختلاف ثاني أنا أعتقد بأنه لم تعد متماسكها وابتالي هذا تنوع جيد يعني فكان هناك لا أقول هامش بل كان هناك متن هذا المتن انشطر على نفسه بحيث أن يكون قسم مع نظام وقسم مع الثورة الإشكالية أن القسم الانتهازي أو المتعلق بغريسة البقاء ذهب وربما أحيانا لأسباب خاصة بفقه النكاية وذهنية الغنيمة وإلى آخر ما يتميز به فإنها ذهبت إلى موالدة الجيش حر ثم داعش لغايات أو نكاية ثم ذهبت إلى قصد حبا في البقاء هذا هذا يقود لسؤال دكتور أحمد ما هي المحددات التي أو يعني العوامل الناظمة لسلوك الأفراد والمؤثرة في المجتمع والعلاقات سواء مع السلطة أو بين الأفراد بين بعضهم هل القبيلة والعشيرة هي العامل الأهم هل الدين الطائفة القومية ما هي المحددات الأساسية المؤثرة يعني أولا هذا لابد أن نربطه بالعوامل المكونة لتلك المنطقة من حيث الانتماء المسلمون هناك مسلمون سنة من حيث التنوع المسيحي تنوع متعدد من حيث الكرد أيضا متعدد فإذن عندنا هذه العوامل الثلاثة لا بد أن نفرق كذلك بين الانتماء لقبيلة والتفكير القبلي الانتماء لحزب ويعني بمفهوم ما التفكير القبلي هو تفكير ما قبل الدولة فنحن يفترض أننا في دولة سمها سوريا وبالتالي القبيلة تصبح حالة انتماء ثقافي وليس أن تسبق انتماء الدولة ومجرد أن يركز الأشخاص على الانتماء للقبيلة هذا يعني أن الدولة لا تؤمن لهم حاجاتهم أو لا يشعرون بالأمان وبالتالي هناك إعادة لتشكيل الهويات تنبق الهويات الفرعية لتصبح أهم من الهوية الوطنية هذا كله يرتبط أيضا بالمنطقة إذا أخذنا تاريخ المنطقة من حيث تأسيس حزب البعث جلال السيد من مؤسس حزب البعث من دير الزور ياسير الحفظ من المفكري حزب البعث مثلا الوعي القوم الكردي الذي أطلق له العنان محمد منصورة لأسبابه الخاصة والخوف من العراق ومن الجانب الصدامي خلافات النظام مع الدول المجاورة والانقسام الذي حصل في حزب البعث ما بين 66 حركة شباط وسوى ذلك كل هذا أثر في تلك المنطقة من أجل ذلك المنطقة بقيت بيئة خصبة بيئة خصبة ليجرب فيها النظام ما يريد أن يطبقه لاحقا على المدن الأخرى أو سوى ذلك مستغلا تلك الانتماءات يفترض بالنظام السياسي دائما أن يقود البشر إلى انتماء الدولة وليس إلى الانتماءات ما قبل الدولة وبالتالي فإن هناك الكثير من الأشخاص الذين يختلفون في تلك المنطقة حين ذهبوا إلى أوروبا وعاشوا في دول مدنية دولة دولة الرعاية الاجتماعية اكتشفوا أنه ليش أنا كان لدي مشكلة مع الكوردي أو العكس ما كان فيه هذه المشكلة إذن هي زراعة مزروعة من النظام وزراعة الظرف الجغرافي والظرف المعيشي وظرف الشحن القومي وظرف المنطقة كأن هذه الرقعة الجغرافية كتب لها أن تبقى هكذا أما حين ذهبوا إلى أوروبا وجدوا أنفسهم لماذا كنا نختلف ولماذا كنا نتصارع ولماذا كنا كذا النظام السياسي ما حرص على بناء دولة مدنية أو انتماءات عزز الهوية الوطنية حتى بقيت ندينا القومية العربية أهم من الانتماء للدولة السورية فمفهوم الوطنية السورية الهوية السورية النظام لعب عليه ألعابا كثيرة حتى يبقها متشردمة وكي لا تصبح كتلة صلبة سورية أو هوية سورية وبالتالي يصعب عليه لاحقا ولذلك سرعان ما سلم المنطقة هذه لهذه وهذه لهذا وهذا لهذا فلتذهب إلى الجحيم ثم سيعودون إلي الآن هناك ما أسميته أنا في أحد المقالات التي كتبت الجوع إلى الدولة هناك البشر الموجودة هناك لديها جوع إلى الدولة ليس إلى النظام السياسي مثل البشر تريد دولة تريد أن تشعر بالحمية تريد أن تشعر بالأمان هناك جوع إلى الدولة السورية طيب يعني في هذا السياق دكتور محمد يعني إلى أي درجة أثر قلت أن هناك سياسات تجهيل مورسات في حق هذه المنطقة ما التأثير الذي خلفه ذلك على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي عموما نعم لكن أولا دعني أختلف قليلا مع الدكتور أحمد يعني والكثير الحقيقة هذا الرأي من لدى الباحثين بإعادة يعني فكرة مثلا كان هناك أن يعني طبيعة المنطقة وطبيعة الإنتاج الزراعي والحقيقة هذا كثير من التقارير سواء كانت الأممية أو التقارير المحلية السورية التي تؤكد انخفاض نسبة التعليم في هذه المنطقة يعود إلى طبيعة الإنتاج الزراعي والناس تعمل في الزراعة وهناك لكن أنا أسأل السؤال التالي ما هذه الخطة التي تسعى إلى تنمية المنطقة لمدة أربعين سنة وتكون نتيجتها أكثر من ثلاثين بالمئة نسبة الأمية أنا أعتقد الأمر لا يعود إلى يعني أخذ بالحسبان طبيعة المنطقة لا يعود إلى طبيعة المنطقة يعود إلى سياسة مدروسة هدفها فعلا فرض أو تطبيق سياسة التجهيل لغايات أولا لنهبها اقتصاديا لأنها كون خزان الثروات السورية في القمح والنفط والقطن وثانيا لضمن ولائها سياسية لأنه كل ما كانت منطقة يعني فيها أمي هذا يضمن ولائهم سياسيا لأطول فترة ممكنة ولذلك كما قال الأستاذ أحمد يعني حتى تأخر وجود الجامعة حتى عام 2007-2008 في منطقة دير الزور وبالتالي هذا التأخير هو استكمال تأخير إيجاد الجامعة أو بناء الجامعة فيه هو استكمال أصلا لسياسات التمييز أو سياسات التجهيل التي استمرت لفترة طويلة أنا عندما تحدث عن الفوارق مثلا فوارق عدد المعلمين لماذا يعين نظام مثلا ثلاث ألاف في اللاذقية ويعين ألف في دير الزور وعدد السكان متقارب الأمر الآخر أنت تعلم جزء الأكبر أو جزء مهم لا أقول الأكبر من المدرسين الذين يدرسهم في مناطق الجزيرة السورية هم أصلا من مناطق الساحل في أغلبهم وبالتالي النظام كان ينظر إلى هذه المنطقة هي منطقة استثمار يعني يشغل بها من يريد وبالتالي عملية نهبها واستغلالها الآن لو عدنا إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تقول لسياسة هذا التجهيل سياسة التجهيل هذه أنتج السياسات الإفقار أنت تعلم دائما هناك علاقة وثيقة بين التعليم والتنمية بمعنى إذا كان هناك تنمية ناجحة هذا يخلق تعليم ناجح وإذا كان هناك تعليم ناجح يخلق تنمية ناجحة أنت تعلم لم يكن هناك تعليم جيد وبالتالي أنتج تنمية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية بأشكالها وحتى السياسية منطقة هي متخلفة الآن أنت تعلم الغايات الأساسية للتعليم دائما هو توسيع الإدراك الفكري للطلبة أيضا مثلا القضية الثانية بناء الشخصية الإنسانية القادرة على التفكير والتأمل والشكوى إلى آخره وأيضا بناء الشخصية الإنسانية القادرة على التواصل مع البشر الأمر هذا نتاجه أين نجد سياسة الإفقار نتجها في المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي مثلا في النواحي الاقتصادي أنت تعلم كانت المنطقة خزان للقمح والبترول والقطن ولكن مع ذلك أعلى نسبة البطالة كانت موجودة في هذه المنطقة بالتالي الأمر أنت تعلم في المستوى الاقتصادي كانت كل التقارير الصادرة من برامج الأمم المتحدة أو برامج الحكومة السورية قائمة على أن هناك مثلا أنت تعلم أعلى نسبة بطالة وأعلى نسبة تخلف اقتصادي لذلك كانت المنطقة تعاني من فقر في المشروعات الاقتصادية من كل النواحي حتى المشروعات الزراعية أنت تعلم كان أغلبها لا توجد في منطقة الجزيرة مع العلم أنها قلنا منطقة نامية كان يجب أن تقام فيها مشروعات الآن على المستوى الاقتصادي يعني بعد تدمير المنطقة اقتصاديا أو من نتائج تدمير المنطقة اقتصاديا ومفهوم البطالة وغيرها من القضايا هذا الأمر أدى أيضا إلى مفهوم التخلف الاجتماعي نتيجة خفاض نسبة التعليم ارتفاع وانتشار الأمية انتشار البطالة هذا الأمر أدى إلى تخلف بشكل أو بآخر اجتماعي على مستويات عدة منها قضايا أنت تعلم في مثالة مثلا كانت نسبة الأمية أو مثلا أكثر من 40% في مجتمع الجزيرة وبالتالي الإنسان الأمي آخر جملة الإنسان الأمي سواء كان رجلا أو امرأة أنت تعلم هذا لا يعرف حقوقه الاجتماعية والسياسية والتربوية آخر جملة أنا أريد أن أقول النظام بهذه السياسة سياسة التجهيل والإفقار لا يعني مثلا تفسيره لقضايا لمثلا خروج المظاهرات عن هذه المنطقة خرجت في وجهه أنت تعلم يقول هذه المنطقة هي ظهرت فيها الإرهاب وظهرت فيها الجماعات المسلحة لماذا؟ لأنها منطقة تعاني من نقص التعليم وبالتالي من نقص التنمية بينما لم تخرج المظاهرات مثلا في اللاذقية أو في دير الزور أو في أي مكان آخر نتيجة مستوى التعليم انخفاض مستوى التعليم وسياسة الإفقار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من صنعها؟ وبالتالي النظام أعتقد بهذه الطريقة هو صنع هذا الأمر وهو يدفع بشكل أوليخ انتهى الوقت لكن تعليق أخير أستاذ أحمد أعتقد هناك كثير من الاهتمام يجب أن تنانه الجزيرة أولا ثانيا هناك تنذبات قومية كثيرة فيما يخص أن الحزاب البعث الكردي غالبا ما قلت البعث العربي باعتبار كان سؤالك الأول كان الحزام العربي الحزام العربي لم يحصل والقرى الغمر الذين كانوا ضحيته هذا المشروع للنظام لتوليد الكهرباء في سوريا يتمثل 4% من مجموعة سكان محافظة الحسكة لم يغيروا شيئا المنطقة تحتاج إلى خروج كل القوى ذات المشاريع الخارج لا سوريا وضمها إلى مشروع وطني لضمان مشاركة كل بيئات الاجتماعي من عربنا وكرد ومن قبائل ومن عدية رفع عشب فواني دكتور أحمد الحل في سوريا ستبقى آخر عقدة في الحل السوري ستبقى في منطقة الجزيرة السورية نظرا لوجود قوى دولية ولوجود العامل الكردي والمجتمع الدولي لم يحسم خياراته اتجاه الكرد في سوريا سيكون آخر عقدة في الحل السوري هي في الجزيرة السورية التي لا بد لها من تنمية وأعتقد أنها بحاجة إلى تنمية دولية ومشاريع دولية لأن النظام البائس كان حريصا أن تبقى تلك المنطقة خارج خطط التنمية والسوري عامة يعني لم تكن دولة قوية بما يليق بها وبتاريخها وبشعبها شكرا لك دكتور أحمد جاسم الحسين والأستاذ أحمد شمام والي الدكتور محمد النمر إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من منتدى دمشق إلى اللقاء اشتركوا في القناة